السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد معكم كريم خلف والنهاردة احنا مش هنتكلم عن حاجة في الزراعة الفيديو ده حابب ان انا اوصل بيرسالة لكل الناس اللي بتتبعني الرسالة دي مضمونها خاص بخطورة مرض الكورونا ربنا يعافينا جميعا وكان صاحب الفكرة هو المهندس ايهاب خليفة لما بدأوا عمل الفيديو عن التوعية بان ازاي نقدر نوعي الناس اللي حوالينا وخصوصا المجال بتاعنا وان اغلب الناس اللي شغال في المجال من البسطاء العمال الرسالة اللي انا عايز اوصلها وهي خد بالاسباب وعي اللي حواليك توكل على الله بمعنى بداية ظهور المرض وبداية انتشاره عندنا في مصر الناس انتقسمت حوالينا لجزئين جزء بقى عنده خوف شديد من المرض ووصل لدرجة الهلع وده من الصح والجزء التاني لا مبالاة مش فرقة معاه مش حاسس بأي خطورة للمرض وللوضع الوبائي اللي احنا ممكن ندخل عليه او تقريبا دخلنا عليه وده برضو من الصح لازم دايما ناخد الامور ببساطة ولكن في نفس الوقت بحكمة بمعنى ان احنا ما ناخدش الامور ببساطة لدرجة اللام ولاه ولا نوصل لمرحلة الخوف ودرجة الهلع الشديد لازم الموضوع يكون بحرص لازم ناخد بالاسباب يعني ما يمنحش اننا لما كن نازل من البيت لاي ظرف ايا كان سواء لشغل وخصوصا في المجال بتاعنا لان مجالنا ما ينفعش وخصوصا اخواننا المهندسين اللي شغالين في المزارع او العمال اللي موجودين في المزارع مش هيقدروا يسيبوا المزرعة او ما يقدرش انه يقعد فترة من غير متابعة وخصوصا في المحاصيل الحساسة في الفترة دي فاللي هينزل لازم ياخد احتياطاته حضرتك نازل من البيت وداخل مكان كبير زي سوبر ماركت او هايبر او رايح مزرعة وهتتعامل مع عدد كبير مش عيب ان انا ألبس كمامة مش عيب ان انا خلي عندي في العربية علبة مطهر كحل اقدر ان انا اطهر ايدي من الوقت للتاني ده كله اسمه اغز بالاسباب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ولكن لازم ناخد بالاسباب النقطة التانية اللي عايز اتكلم عنها وهي دورنا او مسئوليتنا كفئة معينة في المجال بتاعنا ان احنا نوعي الناس اللي حوالينا اغلب الناس اللي موجودة في المجال بتاعنا تسعين في المية هم من البسطاء البسطاء اللي ما عندهمش المعلومة الكافية او ان يوصل لو وصلته المعلومة غلط ممكن يحصل له خوف لدرجة الهلع او لو وصلت له المعلومة صح ممكن يحدث له لام ولا فلازم نوعي الناس اللي حوالينا لازم نوعي اسرتنا لازم نوعي الناس اللي شغالة حوالينا الجزء التالت اللي عايز اتكلم عنه هو توكل على الله ولا تتواكل بمعنى اننا لما توكل على الله يعني انا اخد بالاسباب اننا اعمل حماية لنفسي والاسرتي وللناس اللي حوالي وبعد كده اتوكل على الله في اللي ورايا اننا ان كنت رايح شغل كنت مضطر اننا انزل اشتري حاجة الى اخره اما المتواكل وده الشخص اللي بيبدأ يعمل الحاجة بدون بلا مبالاة ما بياخدش بالاسباب وبيقول كلها على الله بالطريقة دي ده تواكل وليس توكل على الله في نهاية الفيديو اتمنى اننا اكون وصلت رسالة مضمونها خد بالاسباب وعي اللي حواليك ربنا يعافينا جميعا من الامراض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته